بيد نيافة سيدنا المحبوب أمبا بابلي فهنسمع فقرة صغيرة لقتي في البرنامج بتاعنا وبعدين سيدنا هيوزع الشهادات ويولينا كلمة نيافة الحبر الجليل أمبا بابلي أسكوف الشباب الأسكندرية وأسكوف كنائس منطقة المنتزة الأباء الأجلاء الخادمات والخدام السادة الحضور أهلا ومرحبا بيكم في حفلة تخرج أول دفعة من إعداد خدام كنست القدسين يا ربي أعجبكم برنامج الحفلة ونبدأ بتقرير عن المحاضرات والدارسين كانت مدرسة تقديس بوليس الرسول لإعتاد الخدام فكرة في قلوب الأباء والخدام ومع الصلوات والطلبات تحولت الفكرة إلى واقع ملموس وبدأت الدراسة في المدرسة منذ عامين تقوم المدرسة بتنظيم دورة الهدف منها إعداد خادم متكامل روحيا ونفسيا واجتماعيا من خلال الدراسة لمدة عامين وبدأت الدراسة في عام 1731 للشهداء والذي يوافق عامي 2014 و2015 وعام 1732 للشهداء الذي يوافق عامي 2015 و2016 وقد استفاد بهذه الدراسة لمدة عامين كاملين 230 مشترك ومنهم 150 مشترك منتظم وفعال واليوم نشهد تكريم 80 مشترك منهم بعد اكتياز التقييمات المختلفة بنجاح وتميز وقد استفاد بهذه الدورة لمدة عام واحد فقط حتى الآن 115 مشترك ومنهم 70 مشترك منتظم وفعال وسيتم تكريم النجاحين منهم العام القادم بمشيئة الرب بعد اكتياز العام التاني وقد استفاد بهذه الدراسة ولمدة تير مواحد من شباب الجامعة 230 مشترك وقد شملت الدراسة 86 محاضرة منها 36 محاضرة في السنة الاولى خلال 7 اشهر و50 محاضرة في السنة التانية خلال 8 اشهر وقد شملت المحاضرات 8 روحة اساسية الكتابة المقدس اللاهوة العقيدة اللاهوة التقصي اللاهوة الروحي الأبائيات والقانون الكنسي تاريخ الكنيسة أعلى من نفس التربوي الإدارة والقيادة هذا بالإضافة لتحفيز الألحان الكنسية وتعليم اللغة القبطية وقد قامت المدرسة بتوفير الكتابة الخاص بإعداد الخدام الذي يحتوي على الفروع الذي سيتم تدريسها بالإضافة لمطبوعات ورقية ملخصة لأجزاء المحاضرات المختلفة وأيضا نسخة إلكترونية مقروعة ومسموعة للمحاضرات المختلفة وإمانا من المدرسة بأهمية بناء خادم متكامل والاهتمام بالجانب الثقافي والجانب الاجتماعي جنبا إلى جنب مع الجانب الروحي بالإضافة للتطبيق العملي فقد قامت المدرسة بإعداد تقييم شامل للمشتركين يشمل الجوانب التالية حضور اجتماع إعداد خدام حضور اجتماع سنوي الانتظام في سير التوبة والإعتراف الكراءات الروحية الشهرية الكراءات الحرة الشهرية السلوك العام التفاعل خلال المحاضرات المشاركة بفكرات وفواصل صغيرة بين المحاضرات التدريب العملي بالمشاركة في مساعدة خدام مرحلة ملايكة وابتدائي ومسنين وذوي الإحتياجات الخاصة خلال فترة الصيف كل هذا بالإضافة لامتحانات النظرية والشفوية والروحية ومن وشة مشروع التخرج وامتحان في المعلومات العامة في مذكرة تم إعدادها خصيصا لذلك لبناء خادم مصقف ومطلع ولتحفيز أبنائها على الكراءة قامت المدرسة بعمل تخفيضات عند شراء الكتب الروحية وأيضا الاستعارة من المكتبة الخاصة بالكنيسة وقامت أيضا بالمشاركة في ندوات خاصة مثل ندوة لإسعافات الأولية لتأهيل المشاركين للتعامل مع الحالات الطريقة خلال أنشطة صيفية خاصة وقامت أيضا بعمل يوم روحي للشمامسة وعمل كداس خاص للمشاركين قامت المدرسة بعمل كرنيات خاصة بالمشاركين كما قام أحد المشاركين بعمل برنامج وعدة خصيصا لمتابعة البيانات والتقييم والحضور والغيابي قام بإلقاء المحاضرات القمص مقار فوزي القمص مسائل صادق القص مينة عادل القص متاء الصبري القص يوسف مخايل القص مكاريوس ثاني وأيضا أستاذ حلمي الأمص يعقوب مهندس رضا عدلي أستاذ يوساب يوسف الألحان أستاذ عفة تعطية اللغة الإبتية وقام بالمشاركة في إلقاء المحاضرات والألحان واللغة الكبتية أستاذ إسحاء توفي مهندس بشرة فايز أستاذ واسيم رمزي أستاذ مايكل خليل أستاذ جوزيف وظيف أستاذ رامي نصحي دايماً الأوائل بيبقوا هما أكثر مهندس اللي تفوقوا فيها عشان كده لازم نسمع رأيهم ونستفاد منه معنا مونيكا جورج خادمة من أوائل إعداد الخدامي نيافة الأنبة بوفلي أسكف عيم كان أسكطاع المنتزى وأسكف الشباب الأسكندرية الكثمين عادل المسؤول عن مدرسة الكديس بوليس الرسول لأعداد الخدام الأباء الكهنة الأجلاء الخدام والخادمات عندما نتكلم عن الخدمة نجد أنفسنا ننظر إلى مؤسس الخدمة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح حيث أنه أرصى كواعد الخدمة بأجل معانيها لا بالقول بل بالعمل حيث ابتدأ بنفسه ثم علم تلاميزه يقول الكديس بوليس الرسول في رسالته الأولى لتلميزه تموساوس لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك فإنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا ففي هذه الآية يقول بوليس الرسول لاحظ نفسك أولا قبل التعليم ويرى هذا لازما لخلاصه ولخلاص أنفس الناس لأنك إن فعلت ذلك تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا من هذا المنطلق حرصت كنيسة الكديسين ماري ماركوس والبابا بوتروس خاتم الشهداء على إنشاء مدرسة الكديس بوليس الرسول لإعداد خدام لقرم المسيح وهذه هي الدفع الأولى التي نحتفل بها اليوم وقد شرفتني اللبنة المنظمة أن ألقي كلمة الخريجين وكان هذا تكريما لي لا أستحقه وقد استفدت وزملائي جميعا خلال الدراسة في سنتين من كافة المقررات التي تم تدريسها في كافة النواحي الروحية والثقافية والاجتماعية والتربوية والتشجيع الذي وجدناه من الآباء واللجنة المنظمة هذا بالإضافة إلى البحوث التي كانت تقدم باستمرار وما يدبع ذلك من القراءات المستمرة والاطلاع والمناقشات التي كانت تتم في كل موضوع لقد تعلمنا في مدرسة الكديس بوليس الرسول لإعداد الخدام أن التعليم ليس مجرد رسميات وأن الخدمة ليست وظيفة فالخادم الروحي هو إنسان التسج بالله والله محبة فامتلأ بالحب نحو الله والناس وكثيرا من المشاركين بالمدرسة يروا في حفر اليوم أنه نهاية لدراسة نظرية وعملية وروحية وثقافية شريقة استمرت العامين وهذا صحيح ولكن لي رؤية أخرى فإني أرى أنها بداية بداية للدخول إلى العمق بداية للدخول في قرم المسيح بداية لحياة البزل والخدمة فنحن نأمل أن يستخدمنا الرب لنموه ونشر كلمته فالحصاد كثير والفعلة كليلونه ونحن شباب وشابات الكنيسة عماد الكنيسة ومستقبلها فكنيسة بدون شباب كنيسة بدون مستقبل وشباب بدون كنيسة شباب بدون مستقبل أشكركم لحصن السماعكم وجعي خمية شرس من سنتين أو يمكن أكثر كان فيه ثلاثة أربعة واقفين هنا على باب المسرح نستنيني لدخلين وعشان ما نحلقش القصيدة ولا نضايق المعدين خلينا نسمع أفرايم جورج وقصدته عن إعداد خدام الكدسين السلام عليكم السلام يا شباب بغض النظر يعني أنا أفرايم جورج من تانية سنوية أو كنت تانية سنوية يعني بدأت الوستالتة إعداد خدام لي في قلبي أنا معزة خاصة فحبيت يعني أن أنا أدون الحاجات اللي شدتني في إعداد خدام أو اللي خلتني أحب أو أثرت فيها فكتبت عن المواد وكتبت عن الأساتزة اللي كانوا بيدونا والأباقك هنا فأول ما بدأت أكتب قلت من سنتين أو يمكن أكتر كان فيه ثلاثة أربعة واقفين هنا على باب المسرح مستنيين اللي دخلين علشان يبدأ أول كرز من أعداد خدام القدسين فدخلنا فدخلنا وصلينا وأعدنا نسمع تنبيهات المشرفين كلام اللي جاي ده على لفتانهم مبدئياً عليكم تمن مواد أساسية يعني أفر من ولا بتوعك كلية إدارة وقيادة وكتاب مقدس وطأس وأمور عقائدية ولهوت روحي وعلوم للنفس التربوية وتريف كنيسة وأبئيات وقوانين كنسية وكمان ألحان ولغة ابتية ده غير بقى الدرجات الإضافية حضور وسلوك واعتراف وقراية كتب روحية وهنبدأ بالكتاب المقدس يعني كلام الإنجيل وهيديه لنا أبونا الأمس أبونا مسائيل وبعديها عليكم عقيدة مع أستاذ حلم الأمس وهتبقى محاضرة مفيدة بس محتاجة شوية ترمس ومحاضرة علم النفس التربوي يعني أبونا مين عادل وقوعة تهمس وفي الإدارة والقيادة أستاذ رد عدلي البشمهندس ونيجي لجزء التقوس مع أبونا القسم التاقس وما بين عشية وباكر وكمان تقس الأداس ونيجي لتاريخ الكنيسة مع أبونا القسم كاريوس ولهوت روحي ولهوت روحي مع شيخ عظيم يغلب على طبع الوقار في إرشاده قوي وحكيم هو أبونا القسم كاريوس وندخل على الجزء المهم يعني الأبائيات والقوانين الكنسية اللي لازم تطلع منها حافظ المحاضرة مية مية فبنشكر بكل احترام وتبجيل أبونا القسم يوسف مخايل وقبل كل دول اللغة الإبتية عشان كنا بناخدها في الأول مع أستاذنا أستاذ عفة عطية يعني اوعوا تنسوا الورق اوعوا تنسوا الورق المرة الجاية ضروري يكون معاكم وغاية في الأهمية والألحان الألحان يعني معلمنا أستاذ يوساب يعني معلمنا أستاذ يوساب وييجي كده كام زكسولوجية وأستاذ جوزيف الغالي وأستاذ جوزيف الغالي اللي ما بين إشراف وطقس ولغة إبتية وأستاذي أستاذ رامي نصحي أستاذ رامي نصحي المسؤول عن الواجبات المنزلية وأستاذ حنة أستاذ حنة اللي مبهدلنا وربنا يديله على قد النية وأستاذ واسيم حبيبنا اللي معانا في أي محاضرة استثنائية وأستاذ إسحاق توفيق أستاذ إسحاق توفيق اللي قام معانا بالواجب في الشفوي اللي عايش حياته بالتطقيق واللي خيره ومغرقنا قوي وبنتشرف طبعا بنتشرف بأنبا بفلي أسقفنا اللي بنفسه بيحضر تخرجنا واللي بصلواته ربنا هيساعدنا في خدمتنا فبعد ما عدوا السنتين جينا النهاردة جينا النهاردة نتخرج بفضل تعبهم فشكرا لكهانتنا وخدامنا على التقديم وبزلكم لأن أحسن واحد فينا ما يجيش ولا حاجة دمكم راحز التعليم الذي تعلمه لغيرك بحيث يكون تعليما كتابيا يستند على كلمة الله الذي تحكمك للخلاص وكما قل القديس أنتونيوس كل ما تقول له ينبغي أن يكون لك عليه شاهد من الكتب دلوقتي هنسمع كلمة الأنبا بفلي بسم القابة اللي بنا روح خده صلعنا الواحدة مين بشكر أبونا مينة على الدعوة والأسادزة اللي بيدرسه والأباء الكهنة اللي موجودين في الكنيسة وعشان دقيق الوقت هتكلم بس مدة خمس دقايق كتير قوي دقيق السنون فتقول ليس ليه فيها سرور اذكر خالقك وانت عايزة تروح تخدم مش قادر وده حال الناس اللي بتكبر يقول لي خافونا من العالي يقدرش يطلع سلم مثلا تلاقي الشخص الكبير اللي عنده تسعين سنة مثلا يقول لك لأ مقدرش يطلع سلم سندوني يقول لي خافونا من العالي فكويس قوي اننا في سن الشباب بقدم نفس ربنا المسيح اللي هنا لما جه تعرفوا بتدى خدمة وعنده كم سنة تدى خدمة انت المسيح ها تفضلي كم اتناشر هو عنده اتناشر سنة كان بيعلم كانوا يتعجبون من الاجوبة العدراء من القديسة الطاهرة مريم تقول له ابوك وانا كنا نطلبك معزبين فبقول لها اما كان ينبغي هو عنده اتناشر سنة اما كان ينبغي انا اكون فيما لأبي يعني سن اتناشر سنة اتناشر سنة بداية سن المراقة المسيح الهنا كان بيخدم عشان كده انا عايزك تبقى فرحان انك بتخدم وانت صغير مش متضايق جايز انت اهتمامك واهتماماتك هتبقى مخلفة لاهتمامات ناس تانية بس يقينا انه الشخص اللي بيخدم ربنا هو صغير السمرة حلوة والانتاج احلى الله يملى الشخص اللي بيخدم هو صغير بسلام ويمرره مراحل عمره بطريقة عجيبة يعني انتو في سن مراقة والسن ده يعني حدس ولا حرج بلاوي والكوارس اللي بتحصل منه واللي بتقبض عليهم وما في المراقة واللي في السجن وفي الاحداث هو في المراقة لكن بنشكر ربنا الكنيسة موفرة لي ان انا اخدم ربنا وانا في سن مراقة انا الفتكر ليس اقول له ابونا مين انا باخدم وانا في اعدادي عندي خمسين سنة ففرحان ان انا خدمت ربنا اكتر من خمسة وتلاتين سنة انا فرحان فرحان ان انا خدمت ربنا ومش ندمان على يوم قدمت ربنا مش ندمان بالعكس انا المستفيد انا اللي خدت خبرة انا اللي امتلقت سلام انا اللي حبيت الكنيسة ومش خسران ايه الخسارة ايه الخسارة اللي واحد بيخدم ربنا وصغير عشان يمسمتها من وجهة نظرنا بأمور عالمية مادية الكتاب قال كلمة صعبة انا حابب بقولها لك ما تزعلش حكيم سليمان حكيم سليمان بقول كلمة في سن المرهقة فرح الفاجر الى لحظة ايه الكتاب قال كده مليش دعوه فرح الفاجر يلي ايه لحظة يفرح انا موتش ما يفرحش ده يفرح منبسط ويتقلل ويرقص كمان ويشرب ويعمل هو عايزه بس فرح الفاجر الى لحظ يعني حتة صغيرة طب اخد انا الفرح دائم ده انت يا عمي لما تخدم هفتكر اما بروح اي مكان عشان خدمت ناس كتيرة في عمري في كل مكان اروح اقوله اي حد يا بني يقول انت خدمتني انت كلمتني انت خدتني من مدرسة احد انت لبستني شماس انت 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 في كل مكان بروح ده حاجة جميلة وانا بخدم ربنا وانا صغير فتفرحوا انه سنكو ده بتقدموا ربنا فيه تقدمة معرفش درسته الكلام ده في العادي القديم ولا لا تقدمة الفريق حد سمع التقدمة دي فين في صفر ايه دي حد عارف صفر ايه اللويين صفر اللويين تقدمة الفريق يجيبوا فريق حد كالفريق طب لون الفريق لونه ايه تلتوش ابدا حاجة بفريق ها الفريق الحقيقي هو لونه اخضر اخضر مخضر مش اصفر ها بيرشوه انت انت بتعرف تعمل حاجة بفريق حد بيحب الفريق طيب افتكر ان انا بقوله ده وانت بتاكل الفريق خليكم معايا خليكم معايا خليكم معايا الفريق دي كان تقدمه بتتقدم للرب بيجيبوا فريق ويتحرق فايه الفريق ده يقولك انه لسه عليه وقت لغاية ما ينضج فبياخدوه هو لسه شباب يقدموه ربنا شكرا المسيح اللي انا لما مات على الصليب مات سنه كام مش سبعين سنة مش ميت سنة سنه كام في عز الشباب صح في قمة الشباب عايز بيقول ايه بيقدم الشباب بيقدم الشباب ففي اسمها تقدمة الفريق دي كان ربنا بقولك الاخضر ده اللي لسه ما استواش انا برضو قبلته تقدمه انا حابب انك تقدم لي تقدمه بالمنظر فهمتو؟ مين عايز يخدم ربنا هو شاب اما انتو عواجيز العديم صادق؟ حاب بتخدم ربنا وانتو شاب تبقى موسوط انك بتخدمه فرحان انك بتخدمه ويبقى عندنا جيل كبير منكو بيخدم أولاد ربنا اللي لسه ربما هيتولده انتو هتخدمه ناس لسه مرات لسه يعني زوج وزوجة هتعرفوا على بعض ولسه هيخلفه ربما انتو اللي هتخدمه أولاده انا بشكركم انه انتو جيتوا ربنا في سنه صغير حاجة جميلة حبوا الكنيسة حبوا عقدتها طقصها أباها هتلاقي الدنيا حلوة معاك بشكركم بشكر ابونا والخدام وكل سنة انت طيبين ربي يسوع سأعيش بنعمتك كل أيام حياتي في التوبة لكي يعيش دائما في حدنك سأخدم في كنيستك وأسعى لرجوع الآخرين لأفرح قلبك برجوعهم إليك دلوقتي للخدام اللي هتخرجوا يعني يريدوا يقفوا كده عشانا نقطع هم هيقروا ورايا نقول مع بعض التعاود نقوله مع بعض مش لازم أقول عشان الوقت بس نقوله مع بعض ها يعني نقرأ مع بعض أيها الرب يسوع المسيح فدين ومخلصنا الحبيب رب الخدمة ورعيها أشكرك لأن تسمح لي أنا غير المستحق أن أعمل معك وأتعاهد أمام عظمتك وملائكتك وخدسيك وأمام أبك وأتعاهد أمامك أن يكون هدف خدمتي هو أن يصير قلبي عرشا لك وقلوب الآخرين وأتعاهد أمامك يا سيد الرب أن أفزل كل جهدي حتى أقو المريض في النطاق مسئوليتي وأعصب الجريح وأجبر الكثير وأسترد المطروض وأسعى وراء الضال وأفتقد المنقطع وأتممه وأكون مصدر فرح للحزين وأتعاهد أن أحافظ على الإيمان الأرثودوكسي المستقيم وأكون خاضع للكنيسة القبطية الأرثودوكسية ومحافظا على تقوصها وتقاليدها التي استلمتها من الأباء الإدسين وأتعاهد أن أسعى لحز وحدنية الروح التي مع كل إخوتي الخدام وأطلم من تحننك أيها الرب يسوع المسيح أن تسندني في خدمتي وتستخدمني كما في خلاص النفوذ جعلنا مستحقين نصلي بشكر أبائنا الذي في السماء قدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك خفزنا كفاف نعطينا اليوم وأغفر لنزنب كما نغفر نحن أيضا مزنبين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر المسيح يسوع ربا لكن موقع القواني أنا بس لازم أمشي دلوقتي عشان عندي خدمة في العصفرة فهتصور معاكم وانتوا قاعدين كلهم ما فيش وقت ما عليش لا لا مش هينفع تمانين واحدة فإذا يسعى النواز لا لابدأ بصورة لابدأ بصورة فورة لابطلحهم كلهم اللي ما تخرجوا كلهم مرة واحدة من غير المندي أسماء فضل يا بله الصف صف يوم الصف ده ماشي الصف ده ماشي يلا الصف ده ماشي صف صف تعالي خبصت نفسك تعالي خبصت نفسك علمة خبصت نفسك حينما مرحة ترجمة نانسي قنقر 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 نقعد مكاننا يا ريت وبعدين أبونا ومينة حيجي وزع الشهرات علينا على ما يجي أبونا ويكون بيوصل سيدنا هنعمل 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 المسلحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر